نكمل أحداث دراغون بول كاكومي مع الجزء الثالث ولمن لم يتابع الأجزاء السابقة ستجدونها في صندوق الوصف وشكرا لكم على دعمكم لنا نقرأ كل تعليقاتكم وتشجيعاتكم تدريب جوتين وترانكس على كوكو بيكيربي ما زال مستمرا الاثنين يحاولان أن يضرباك إلى جانبي الآلة في نفس الوقت بنفس الشدة لتنفجر الكرة لكن الأمر ليس سهلا كما يبدو ركز يا جوتين ضربتك لم تكن دقيقة لنفعلها مجددا يصرخ ترانكس يعداء جوتين لتانيا يأخذ نفسا ثم يحاول أن يركز فجأة يحس بإحساس دافئ بجسمه إحساس التواصل بين الجسم والروح ويس يبجي تعابيرا شغوفه علامة على أن جوتين يقترب من إيجاد الحل فجأة يفتح جوتين عيني ويجد نفسه وسط عقلي يارى بابا عملاقا لقد أخبرنا ويس أن نواجه شياطينا هل يطور لهذا الباب علاقة بالأمر؟ كما أنني أحس بضغط هائل خلفه وقبل أن يفتح الباب يسمع صراخ ترانكس من الخارج فيتشوش جهنه ويعود للواقع تمألي ترانكس لما العجلة؟ لقد رأيت بابا بداخل عقلي هنا يضير ويس تعابير تقى والسرور يستغرب ترانكس مما يقوله رفيقه ثم ينظران ليويس ويعاتباني على عدم إخبارهم بأي إرشادة فيقوم بأكل طعامه بطريقة غير مبالية كأنه لا يعرف شيئا لم أتوقع أن يكون الأمر صعبا بدون جوتين ولكن أعتقد أنه علينا تخطي قوتنا يقول جوتين ثم يرجعان للتدريب يبتسم بعد أويس لقد بدأوا يتعلمون بعد شعر واحد فقط من التدريب في منتصف الليل أرى باطمان من النافذة وطارت بعيد لقد دبرت هي والناميكي الأخضر بيكولو لقاء في الغابة القريبة لمنزل جوان من أجل أن يتدرب بان ستصل في غضون دقائق أروني تطوركم بعد مرور عامين على بطولة القوال هناك من تقنيات جديدة يسأل ناميكي بيكولو الناميكيين من الكون السادس سامويل وبولين لقد طورنا تقنية جديدة يجيبونه وتم يخبرون بيكولو أن يتوقفوا عن الكلام ويبدأوا في القتال بعد مرور عشرين دقيقة من تحليق بان تصل أخيرا للغابة فتجدوا المعركة في وسطها بين الناميكيين والبيكولو والبقية يبدون رائعين حقا دقة رسم رائع من الرسامين حسنا علي أن أعترف لقد تطورتم وأصبحتم أقوية كما أنكم علمتمني شيئا متيرا عن عرقين يقول الأسطورة بيكول بينما يبتسم سامويل وبولينو هربان بيزي التدريب خاصته وتريد أن تتدرب أيضا بينما يبتسم البيكولو فخرا مما يرى ويبدأوا تدريبه الأول مع الناميكيين نعود بشهر للوراء لنشاهد القتال الذي جار بين هيت وفروست التوتر يرتفع شيئا فشيئا بين الاثنين يعرف الاثنين أن من يوجه أول ضربة بينهم سوف يفوز فهيت هو قاتل يصيب الأعضاء الحيوية أو الأماكن المميتة بينما فروست هو شخص ماكر وخبيت لا يؤتمن وقد يستخدم حركة رخيصة للفوز فليس لدي أي شرف وأي مبادئ ميت والمبادئ باستخدام تقنية تخطي الزمن يقوم بلاكم فروست بضربة مميتة تجعل فروست يسعل الدم لدرجة أنه قد وصف الوجوم بقبضة تعصر القلب وتقيد جسمه بالسلاسل علي أن أقاوم يقول ثم يعود خطوات للخلف يضحك ها 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 لقد كان الأمر وشيكا الآن علي رد الدين وأنا أعرف تماما أين أضربه يظهر خلفه بسرعة فائقة ثم يعلق قبل أن يوجهه جمال معاكس لقد كنت مخطئا بشأنك يا هيت أنت لا تكره حياتك بل بالعكس أنت تستمتع بتمزيق الآخرين ثم يضربه فروست مباشرة لقلبه يتجمد هيت في مكانه بينما يخرج الدم من فمه لكن فروست يحس أن شيئا ليس على ما يرام هناك خطب الماء ينظر بجانبه فيجد نسخ كثير له وكأنه استعمل تقنية الصراب المتعدد يتعجل فروست ماذا النسخ؟ ثم يجيب القاتل المستعجر كلا نحن واحد ترفع كل النسخ يدها في آن واحد ثم تبدأ بتوجيه طلاقات على شكل موجات كي يبدأ فروست في مراوغتها الواحدة والأخر لقد كان ذلك وشيكا يقول قبل أن يحس بألم هائل فروست غير قادر على تحريك قدمي أو الشعور بها لأنها لم تعد موجودة بالأساس ينصد زين فروست ويشعر بالخوف ماذا يحدث لي؟ يقول بينما يبدأ بفقدان البصر وآخر ما يراه ووجه القاتل نعود للحاضر وبعد مرور شهر آخر نتابع الأحداث الجارية في كوكب صادالة بين الصياجين كان فيجيتا يدرب أحد الجنود إدعم تغاراتك يا بارس وتوقف عن صنع الفجاوات ثم يطرح الجنجية أرضا يزيد فيجيتا من الإرشادات عليك أن تفرق بين التقدم للوجوم والقيام بإنشاء تغرى لرد الوجوم ثم بعدها نرى الصورة الكاملة مجموعة من الجنود ملقونا في الأرض وواضح أن فيجيتا هو السبب لنأخذ استراحة سنكمل خلال عشر دقائق يخبر فيجيتا مجموعة يطير فيجيتا للأعلى ويقول في خاطره عددهم قليل ينطق أحد الأفراد شكرا لك سيد فيجيتا ثم يبتسم الأمير بالرغم من أن عددهم قليل لكن رؤيتهم يتدربون يجعلني أشعر بالفخر يقول في خاطره مجددا يحط فيجيتا للأرض ليراقب كيف تجري الأمور مع بقية المجموعة ويبدأ أولا من مجموعة هوبا والذي كان في خضم توبيخ كاليف لا أفهم أي شيء لقد أخبرتني أن أجائز حركة استباقية وفي نفس الوقت أخبرتني أن أهجم يجيبها هوبا اسمعي يمكن فعل شيئين في نفس الوقت وليس أن يمنع أحدهما الآخر والتفكير كثيرا سيجعلك تستضيمين بحاء اتفاع خصمك ليس مهما مدى صعوبة الأمر ولكن لا يجب أن أفكر بخطة بدون أن أتقدم للوجوم أولا لذلك علي أن أخطط للخطة باء في منتصف الوجوم إن لم تستطعي كسر دفاع خصمك مرة واحدة فكري في كيفية تفكيكه فيجيتا يعتز بيوبا وتدريبي ها أنت دايا فيجيتا يكلم الأضميران تقصد السيد فيجيتا يخبره الأمير في أحلامك يصرح عوبا بينما يطير فيجيتا للمجموعة القادمة التي سيتفقدها مجموعة فينيلي التالية كانت تتعامل مع برولي وتخبره أن يتقبل طاقته بدل قمعها ويتعلم كيفية التعامل معها ثم تنظر باتجاهه كالي ونفس الأمر بالنسبة لك أيها الطفلة الصغيرة تحلي بالتقى وآمن بقدراتك بدل إعاقتها أنت إمرأة دكية كالي أرى هدفيك منذ البداية يعلق فيجيتا استمعي لما تقوله يا كالي وستحريزين تقدما كبيرا ننتقل للمجموعة التالية والأخيرة المجموعة الخاصة بليريك جرى الحوار التالي بينه وبين كابا كابا عرفتك منذ شهر واحد ويمكنني أن أرى نسخة الشابة فيك ما يحركك هو عواطفه ولكن يا بني الصياجين الحقيقي ليس هكذا المنطق الصبر والشجاعة يجب أن تكون الأولوية لهم على طبيعتك يجيبه كابا بحسن مفهوم أضمير الليريك يطلب في جدة أن يتحدد مع كابا بإنفراد لدقيقالي ولاقي ليلا في اجتماع مع البقية بعد حلول الليل وفي منطقة نائية بها ركام قديم ولا عنمت للحياة بها اجتمع كل من كاليفلا برولي كابا وكالي للقاء الأمير سأختصر كلام لقد مررت بمجموعاتكم جميعا اليوم ويبدو أن أضميرالاتكم قد علموكم أشياء جديدة وهو أمر جيد ولكن لو جئنا لناحية القوة فهم يتفوقون عليكم بأشواط لذلك سنتقابل هنا يوميا ونواجه بعضنا البعض جائزوا أفضل تحولاتكم مخالفا وضاربا عرض الحائط كلام وتوجيهات الملك سادالة السابق بمنع التحولات على كوكبه نرى كابا كاليفلا وكالي يتحولون جميعا للسوبر سايان الثالي بينما برولي متردد من استخدام قوته يطمئنه فيجيتا استخدم عيئتك السابقة من قتالنا لا يهم ماذا فقدانك للسيطة يجيب برولي منذ قتالنا لم أستخدمها ولا مرة ولدي فقط الذكريات السيئة عنه أرى ذلك يقول فيجيتا ثم يطلب من كالي أن تعلمه بما أن لهم طاقة قريبة لبعضهم البعض تتواجعيون الصياجين وهم ينظرون للأمير هل أنتم مستعدون؟ يسألهم وهنا عندما نرى برولي يطلق العنان لقوته بما أن فيجيتا قد أخبره أنه لا بأس باستخدام جيل العيلة إذن فليكن ما يكون ثم نراه يطلق الشكل النهائي للسوبر سايان الخاص به قضاء الصياجين الليلة بأسر يتدربون حتى شروق الشمس نرى فيجيتا واقفا أمام الشروق بينما البقية تساقطون على الأرض باستثناء برولي حتى أن فيجيتا تفاجأ بالمستوى الذي وصل إليه حيث ثق كل التوقعات ونضج أكثر من المعركة السابقة ضد فيجيتا وكاكارو كالي لقد فوجئت بالأمس من آدائك متأكد من أنك ستكونين معلمة ممتازة لبرولي يقول فيجيتا ثم يخاطب كاليفلا بعده بالنسبة لك يا كاليفلا عليك أن تجعل المرحلة التي وصلت إليها هي الأساس دربي نفسك لتدق نهاية العيئة لكي تتحول إليها بكل سهول تعلق كاليفلا أن فيجيتا يواجه صعوبة في إظهار بعض الافتخار بها لكنه يقول أنه النقيد تماما وأنه فخر بما وصلت إليه بعد أن حل الصباح يذهب الجميل للحق بمجموعاته لكنهم يتفاجأون أن أصدقاءهم قد قضواهم أيضا الليلة بأكملها في التدريب وحتى أن بعض العجائز والأطفال الصغار قد انضموا أتدركون النهاية التي تنتظركم؟ أمستعدون للمخاطرة؟ هنا في جتة يوجه لهم خطابا مباشرة إن كانوا مستعدين ليضعوا حياتهم على المحاك من أجل الحرب القادمة يجيبوا العجائز ولو كنا سنموت فعلينا القتال حتى النهاية لا يوجد خيار آخر إلا من ندافع عن أنفسنا فلن يدافع أحد عنه وبوضعنا الحالي فنحن لسنا مستعدين نهائيا يبتسم في جتة ويخبرهم أنه سوف يجعزهم للحرب ثم يتمتم في خاطر في النهاية قد نفوز بالحرب بأكا كاروت ونرى ابتسامة من الأضميرالات كذلك داخل أحد الشقق تمكنت بولما من تكوين علاقة صداقة مع أحد نساء البلد والتي تدعى بارين تبادلوا أطراف الحديث عن كونهم أطفال في نفس العمر وأنهم يتمنون أن يصبحوا أصدقاء كذلك هل زوجك يتدرب مع فيجيتا؟ تسأل بولما زوجي يتدرب أتمنى أن أرى ذلك يوما تقول بارين وهي تضحك ثم تكمل هو من عرق التفل وللمعلومة التفل عرق متطور تكنولوجيا يشبهون البشر ويتعايشون مع الصعيان في كوكب سادالة يقضون معظم أوقاتهم في مختبرات شمال العاصمة ويعملون يوميا لحماية وخدمة لكوكب وهنا تستنتج بولما إذن ابنك نصف صعياجين وهذه نقطة مشتركة مع ترانكس أيضا تجيب بارين أجل بالضبط لذلك يملك دكاء وإبداع والده بينما يحمل قوة شعبي إنه عبقري وهنا نرى صورة لابنه تطلب بولما من بارين أن تزور مختبرات توفل لكن بارين تخبره أن الأمر صعب وليس سهلا حتى مع وجود إذن ولكنك محظوظة لأنني امرأة رائعة وزوجي كذلك سيأتي غدا للمنزل وسنرى إن كان بإمكانه أخذنا لهنا تقول بارين تفرح بولما كثيرا وتخبرها بارين أن على وشك أن تشهد أعظم تكنولوجيا في الكون السادس وهنا عندما نرى برجين ومركبات تطير في الأرجاء كنوع من العرض والتشويق لما تخبئ المختبرات بالداخل من تكنولوجيا على كوكب تلامين تحديدا قبل شهر واحد وعندما حط مقاتل الزيد على كوكب بازل أحد ثلاثي الجئاب يسأل كوريلي عن سبب مجيئ يوم لكوكبي جوهان أخبرنا أنه سيكون من المفيد لو تدربنا مع ثلاثتكم لنستعد للحرب يضحك الثلاثي بإستيريا ماذا؟ أنتم تتدربون معنا ثم بعدها يستغري ماذا قلت؟ حرب؟ أي حرب؟ هنا عندما ينظر كوروليلي ياماتا وتيان باستغراب يسأل تيان أن تسمعه رسالة الطايشنك ريجومو والآخرون ما زالوا مستغربين مما يحصل قبل أن يستنتجك كوريلين شيئا رسالته لم تصل هنا بسبب السحابة التي تغطي الكوكب ياماتشا يبجي تعبيرا سخيفا أتخبرني أن آلاف الكواكب لا تعرف عن الحرب بسبب مشاكل كهاجه يبدأ مباشرة كوريلين في شرح الموضوع للجئاب بدون تضجيع للوقت وبعد الشرح يقول بيرغامو حسنا في هذه الحالة دعونا لو نضيع الوقت أتبدو أنكم تستحقون وقتنا يتخذ الأرضيون وضعية الاستعداد للقتال وأوجههم تعبر عن ثقة في الفوس يبدأ القتال مباشرة بين أقوائهم بيرغامو والثلاثة تيانو والأول يرسل أحد نساخيه كثخ يقع ضحية بيرغامو ثم يباغته من الخلف ولكن حاسة السامة القوية تمكنه من إحساس بالخطر من ورائه فياركول تيانو كوريلين يستخدم ضربة منشار خاصة مشهورة لكنه يخطئ ينقض بيرغامو نحوه بنية القتل لكن البصله يستخدم تايوكين في آخر ثانية ويعمي بصيرته هنا يستخدم يامتشا ضربة سين روجا ويبدأ في لكم الحياة وصراحة ياله من عمل جماعي رائع من الثلاثة والرسم رائعه نكمل مع الضئب الذي يتضخم ويكبر حتى يصبح بحجم عملاق يحاول الإمساك بيامتشا لكنه يقفز للأعلى فوق تيانو والذي كان يستعد خلصة ومن الأعلى يوجه تيانو ضربة برجله لوجه الضئب مباشرة لتكون أول ضربة وتفوق للأرضين يصرخ الأصلاح كوريلين تيانو يامتشا تذكر لماذا نحن هنا عندها يجيب تيانو بحماس نحن هنا لنكسر حدودنا لنتبت لجوكو أن السنين الذي قضيناها معا قد جنينا تمارا استعد الثلاثة لإطلاق كيبين كبير عائل يضعون فيه كل قطرة أورا لديه بينما يقاتل بيرغامو لأجل حياته بدفع الطلقة بعيدا يقول لم أتوقع منهما كذا أدى بيزيلي وافق الرأي هو الآخر ويقول أن هؤلاء الأصلاحين لم يكون بها دي القوة في بطولة القوة الأخيرة يقول بعدها بيرغامو إنهم مثلنا تماما قوتهم الحقيقية تدار بالتعاون ولكن لو تفرقوا سيفقدون هذه القوة بعد أن وضع الأرضيون طاقتهم كلها في وجومهم الأخير نرى انفجارا ضخم يحدث ثم يتبدد الوجوم الأخير طاركا فجوة عبلاقة في الأرض لكن الفائز من هذه المعركة لن يكون الأرضيون هذه المرة وعلى الرغم من خسارتهم إلا أنهم قد قدموا عرضا قويا واستطاعوا إتبات حقية في التدرب مع أقوياء الكون حتى أن بيرغامو قد اعترف بنفسه أنه كاد أن يقاتل بجيتيو بكامل قوة لواله يطلبوا أن يعطى للأرضيين مكان ليرتعه ويتعافه فيه نكمل في نفس الوقت حيث ما زالت الأحداث قبل شهر جميع المقاتلين من جميع أنحاء الأرض وحتى العواجز والأطفال كما رأينا في كوكب صادر لا يتدربون لا يوجد كائن واحد غير متوتن ومشوش ومنهم من التفكير في هذه الحرب فما موقف الحكام مما يجري يا طورا؟ كيف تسير أوضاعهم حاليا؟ الجواب على هذا السؤال موجود على كوكب صدر فدعونا أن نلقي نظرة في أرجاء الكوكب لدينا تقريبا عمل لننهي مخططنا الصغيرة هذا نحتاج أن نداهمهم قبل أن يداهمونا حتى لا يكون عندهم فرصة للرد يقول الحاكم صدر للحاكم رأو بينما يحتسيان الشيء موهيد تسمع الوشوشة الحاصل ماذا تفعلون عندكم وماذا تخططون؟ يجيبوا الحاكم رأو ليس شيئا مهم سيد موهيد نرى نظرة غضب واستياء من موهيد سألتك سؤال وأرغب بإيجابه نرى العرق يسين من جبات الحاكم صدر ولكننا لن تحدث عن شيء لا تقلق ثم نرى صورة مرعبة يقف فيها المرشد موهيد خلف الحاكم وكأنه حاصد أرواح حسنا سأراقبكم جيدا من الآن فصائد ليس كما تفكر سيد موهيد وأكد لك أننا لم ولن نسمح لأنفسنا بأن نناقش في شيء بدون استشارة بعضنا البعض خصوصا في معضلة تخص الحكام يقول موهيد ونظرته لا تبعت على الراحة منهم جيد كما رأيتم يا ساد طريقة تعامل الحكام ليست مثل سائر الكائنة ولا يبدو صراحة أن هناك تفاوما بينهم المهم ستعود الأحداث لتكمل معهم لاحقا عندما يستيقظ كيرينين يجد نفسه فوق سرير وكله ضماضات وجروح لقد أخبرتك أنه سيستيقظ بدون حبة سينزو إنه رجل كبير يعلق يامتش مفتقرا بصديقي قبل أن يضربه تيان ويخبره أن يشكر التئاب على كرمهم كل هذه الجروح يا تورا ماذا سيكون مصيرنا مع أعداء أكثر قوة وتعشطشا للدماء يتساءل كيرينين لدينا أقل من عامين سنتعلم يجيب يامتشا يسأل يامتشا أيضا كيف سنعرف لو بدأت الحرف في مكان كهذا يسأل يامتشا آخرا سؤالا منطقيا يجيبهم بيرغامو لا تقلق الزعيم صدرا والكايوشينلو سيخبروننا يمكننا الوتوق بيوم ثم يسخر بعد ذلك من تيان ويكمل أو ربما صديقك الأصلى يمكن والرؤية من خلال السحب بعينه الثالثة ثم تنقلب الغرفة ضحكا على الأقرع تيان لماذا تمتلك عينا ثالثة على أي حال يسأل البيتزل ثم يخبره تيان أنه ينحجر من عشرة ثلاثة عيون والتي انقرضت في القديم في طفولتي يقول تيان أن الناس اتهموا بالنبوء أو أنه مشرد شيطان بسبب عيني لكن الحكماء أعلموا أن يستغل هذا في أن يصبح قويا ويتبت هويته ولهذا انضم لمدرسة قتالية وقابل أعز صديق الله وبعد عودته لقرية اكتشف أن قريةه قد اختفت ولهذا لم يعد له الموطن فقرر أن يجعل مدرسة الكيركي عائلته الثاني ثم بعد عقابل يامتشا كيريلين والصونجوكو بينما كانوا يتدربون على الفنون القتالية في مدرسة منافسة للكيركي يجيب تيان أخيرا على السؤال بالنسبة لعيني ليست سوى علامة مميزة لعشيرتي لا علاقة لها بالأساطير القديمة يقول يامتشا أن كوكوبا هم مليئ بمفاجآت فرئيس لكوكوب عبارة عن كلب فليادا لن تتعجب من رؤية شخص بعين إضافي أو آخر بدون أنف متأكما على الأصلة الآخر كيريلين كنا حقا فريقا رائعا لكن الأمر لن تكرر مجددا يقول يامتشا وهو ينظر للأسفل يستغرب بيرغامو من كلامي لماذا تقول هذا؟ يجيب هذه المرة الأصلة ثاق لأنف كيريلين جوكو كان في الكون التاسع عشر عندما تم حبسه ربما لن نرىه مجددا علينا أن نقوم بالأمر بدونه ويتأسف كيريلين لحال صديقه جوكو ما زال معنا هنا في قلوبنا لقد علمنا أشياء عديدة وكان دائما ما يتبت لنا أنه دائما لا تزال هنا كفز سنفوز بهذه الحرب وأنا سأحضر جوكو بنفسي من بين أيدي العدو يقول يامتشا واتقا وصراحة الأخ يامتشا زودا شويه يكفي أحلام لقضايا صح ذهب الدكتور بابروني برفقة الأندرويد سبعة عشر لمنزل كيرولين وذلك لغاية رؤيته لأخته وزوجة الأصلة قضوا هناك ثلاثون يوما كاملة منتجرين الآل الخردة للعودة للعمل ودع الأندرويد عائلته وسيتكفلون في غيابه بحماية الغابة بينما تنضم له مارون أيضا ابن الثمانية عشر نرى ساطان وابو يظهرون فجأة في المشات مرحبا لقد أتيت بطلب من العمدة يقال أن الأجهزة في قاعة المجينة قد احترقت مباشرة بعد أن شعرت بإشارة من جهاز مجهول قرب منزل كيرولين هل بدأت الحرب أم أنه مجرد انضار كاذب؟ يسأل ساطان يجيبه بابروني أي انضار؟ أنا فقط كنت أجاهز لرحلة لعالمي يقدم بعدها العالم نفسه ثم يتأسف أن روبوت هوشين قد أخل بالشبكة الكهربائية ثم يسأل ساطا عن هو يديه أنا أقوى رجل في العالم يستغرب العالم ويقول أنه لم يره من قبل في بطولة القوة يستعرض ساطا عضلاته ويبدأ في عمل حركات للتباهي أمام العالم ثم فجأة يمسك ابن سبعة عشر بيده ويقول ابتعد أيها السمين كنت تؤتي أختي الصغيرة تتدخل زوجة سبعة عشر لا تكن وقحا يا سبفاير مخاطبة ابنه يتفاجأ ساطا من ظهور أحد أشهر عارضات أسياء الأرض ثم تخبره أنها تعرفه أيضا كبطل العالم يفرح ساطا والقلوب تنبتق من عيونه بينما تجري هذه المحادثة يذهب ماجين بو نحو الروبوت شين ثم يبدأ في تصفحه يحركه في الأرجاء بدون فائدة فيفقده صبره ويلتهمه داخل فمه يشغل الروبوت نفسه ليبدأ رحلة مشهولة وتحاول 18 إنقاذ السمين لكنه يختفي لقد فعل الروبوت بدون إدخال وجهة جديدة وهذا يعني أن الروبوت اختار وجهة عشوائية وهو داخل فمه للأسف يستحيل معرفة موقعه الحاليا يقول العالم بتأسف تسأله أندرويد 18 عن ما حل بالوجهة التي اختارها سابقا فيجيبها العالم أن وجهته ممكانة الكون السابق ولكن انتقال الروبوت يعني أن الوجهة تتغيرت يعترف 17 أنه قد توقع أن لا تعود تلك الخردة بالفائد عليه منذ البداية ساطان هو الآخر مستاء أن الصديق والمفضل قد رحل عنه ولا يفهم ما حدث وجهة ماجين بو هي عالم الشياطين والذي يبدو مخيفا حيث الشياطين في الخلفية تحجق به فما مصيره يا ترى نعود لجانب جوهان والذي كان محاصرا بالكامل من كل الجوانب كما تركنا لن تتمكن من الهرب بهذه الزجاجة استسلم وارفع يديك يقول أحد رجال أعمال يهدأ جوهان لدقيقة ويغمض عينيه ثم فجأة يرمي الزجاجة للأعلى تمنيت أن لا أؤدي أحدا يقول ثم نرى أحد الجنود يصوت بسلاحه نحوه جوهان بكل الطلقات بيديه العريدين ثم ينقض على رجل الأعمال بركلة وبعدها يركل الرجل الطخم كذلك ركلة هنا وهناك حتى يسقط تخيلوا أنه قام بكل هذا بينما الصندوق الذي بداخله الزجاجة كان ما يزال في السماء ينقض جوهان لإمساكه ثم نرى ديسبو والجيرين يدخلون من النافدة النافدة التي أتى منها جوهان في البداية يرون جوهان ملقينا الأرض وهو يحمل الصندوق لماذا لم تجب علينا يا جوهان؟ يسأل ديسبو يبتسم جوهان ويقول لقد كان الوضع حافلا هنا لماذا أتيتم؟ يستغرب ديسبو ماذا تعني؟ وأيضا لماذا لم تخرج من النافدة التي دخلت منها أصلا؟ يجيب جوهان بإدراك أوه لقد ذكرتني لماذا لم أفكر في هذا؟ بينما نرى وجوه التنائي التي ترمقه بنظرة غباء لسلوكي تأتي السلطات لعين المكان أخيرا وتعتقل المجرمين ثم يهني أوتوبو وديسبو جوهان لنجاحه في المهمة وأيضا بتجنبه إلحاق الأضرار نرى صورة لجنود الفخر واقفين أمام جوهان أيها الشاب لقد قمت بالواجب بالإضافة إلى أن جيرين وديسبو قد أشادا بشجاعتك كما أنك قد أتبت نفسك سابقا في بطولة القوة ولكنك الآن قد أزلت أي ضرة تشكل في قدراتك على حماية الأبرياء باختصار الآن أنت رسميا عضو في أخوية جنود الفخر والليلة أنت العضو رقم 56 في جنود الفخر ينظر إليهم جوهان بفخر ثم يتوجهون نحو مطعم نرى احتفال الجنود بانضمام عضو جديد له يهنئ الجنود جوهان ويرحبون به بحرارة طاولة ووليمة كبيرة من أجل الصون جوهان جندي جديد في جنود الفخر أخبرنا يا جوهان عن عائلتك نحن لا نعرف سوى والدك يقول ديسبو أخي الصغير عمره 16 ووالدتي اسمها تشيتي أسلوبها متشدد جدا حيث ترغب دائما بجعلي أنا وأخي متفوقين وأنا أحبها أخيرا ثم أخيرا أنا متزوج من فضل ولدينا ابنة اسمها بان يجيبه جوهان واو لديك ابنة يا جوهان لابد أنها لطيفة هل لديك صورة لها؟ يسأله ديسبو ثم يخرج جوهان صورة العائلة من محفظته الخاصة أنتم رائعون مهلا دعني أريك عائلتي أيضا ثم يخرج ديسبو صورة لعائلة الأراني بخاصته يبتسم جوهان عائلتك صغيرة كما أرى يضحك ديسبو ويقول نعم هذه المجموعة من الصغار أنا فخور بها ليتفاجأ جوهان لإدراكه أن لديه أطفال آخرين كتر يفتح الباب فجأة ظرى الحاكم السابق في الموت رفقة الحاكم الجديد توبو تسارعت أنا والموت كثيرا ولكن صراعنا هذه المرة لم يكن قويا بما يكفي لإسقاطي لدارك قررت العودة يقول في الموت وهو يمشي بعكاس على كوكب سيربي تستمر تدريبات صغيرين ترانكس وكوتين بعد محاولات عديدة باءت بالفجر يقرر ترانكس أن يعتمد على ما رأاه قوتين داخل عقله أي الباب الغريب طالما أنا تمكنت من الوصول إليه فأنت أيضا تستطيع يقول قوتين لترانكس يؤمن ترانكس بنفسه كما أنه الخيار الأخير يركز بشدة ويغلق عينه يدخل ترانكس أخيرا لداخل عقله هل نجحت يا ترانكس؟ يسأل قوتين ثم يتفاجأ ترانكس برؤيته للباب أعتقد أنك قد نجحت ولكني لا أستطيع رؤيتك يقول قوتين يتفق الاثنين على فتح الباب يتقدم قوتين ثم يرى إنعكاس الإندماج قوتينكس في زجاج الباب الدهبي ترانكس هو الآخر يرى نفس الشيء ثم نرى الإنعكاس يقلد تحركاتهم فجأة يرى كل واحد الآخر في الإنعكاس ربما ترانكس فورا أن أنتهي من العدل ثلاثة ارفع يديك وافتح الباب بقبضتك يقول قوتين ثم يبدأ في العدل واحد اثنان ثلاثة بعد فتح الباب يتفاجأ الاثنين من رؤية قوتينكس أهذا أنت يا قوتينكس ترنت أن علينا مواجهة شياطيننا خلف الباب يقول قوتين ثم فجأة يدرك شيئا مهلا كل شيء أصبح واضحا شياطيننا تتمثل في قوتينكس يتفق معه ترانكس ويضيف بالإندماج نحن نعتمد كليا على قوتينكس للقتال ولا يوجد هناك عمل جماعي بيننا بعد ذلك لذلك علينا قراءة تحركات بعضنا البعض بدون الحاجة للاعتماد على الإندماج في كل مرة يعود الاثنين للواقع ويتخذان وضعية الهجوم إما أن ينجحوا الآن أو يفشلوا للأبد نرى بعدها التنائي يضرب في نفس الوقت بنفس التقة وبنفس القوة توقيت متالي يفجر أخيرا القرى بداخل الجهاز وبهذا إنجحان أخيرا في تمرينهم الأول يقول الاثنين في نفس الوقت كان الأمر سهلا ويس عليك أن تصعي بتد ثم ينحرانك الأرض وذلك من شدة التعب يضحك ويس ويقول هذا جيد هذا جيد ينظر ويس للسماء ويقول بعد آلاف السنين أخيرا قررت العودة سيد بيروس لاحقا في كوكب بيروس تقول السمكة العرافة غاد رويس مع هؤلاء الصياج والآن أنت ستغاجر لا يمكنكم تركي وحدي هنا ماذا سأفعل لوحدي ثم يجيبها القط فلتذهبي لكوكب الأرض لديهم الكثير من الطعام الجيد ولماذا لا يمكنني القدوم معك تسأل السمكة وهي تنظر من خارج حوضها كلا المكان الذي أنا داهب إليه ليس لك لا تستسلم السمكة بعد ولكن الرحلة طويلة ستحتاج لرفيق ينظر القط بنظرة سامة مع اقتراب هذه الحرب أحتاج إلى الصمت الأبدي لهذا سأذهب وحدي هذه كلمة الأخيرة ثم يرتدي بيروس زيا يعود للحكام فقط تعلق السمكة على جياله نادرا ما ترتدي هذا الزي سيد بيروس أجل أرتديه فقط عندما أذهب للمنزل ينطلق بيروس في الصماء محلق النحو مصقط رأسه وأعرف أن الكثيرين مثلي متحمسون لرؤية والده وبقية أفراد عرقي لقد افتقدت ذلك الشعوب يقول القط في خاطره هذا هو كوكب جيسي وهو على حدود الكون السادس والسابق بعد أن يهبط لليابسة يمشي بيروس بقرب جمتال على نهر صغير يلاحظ بيروس شخصا في الجانب الآخر يقوم بتدريبات التأمم إنه تشامبا أخوه إذن فقد أتيت أنت أيضا يقول بيروس ثم يجيبه السمين أجل كنت أنتجرك هنا لشهر أيها الأبلة يجلس الأخوين بقرب قبر يشبه الفراعنة في شكلي لم أتي هنا منذ أكثر من ألف عام يا أبي مخاطبا والده المتوفي في القبر ويا لخيبة الأمن تمنينا لو كان والده ما زال على قيد الحياة يتساءل تشامبا كيف كان سيبدي والدهم لو كان ما يزال على قيد الحياة في هكذا موقف من المؤكد أنه كان سيبلي أفضل منك يجيبه بيروس مبتسما قل هذا لنفسك يختم تشامبا الحوار وصراحة أجي المنافسة الأخوية لا تنتهي بينهم حتى في أوقات الصعر نعود لكوكب سيربي يستيقظ جوتين وطرنكس أخيرا من سباتهم بعد التمرينات الشاقة التي خاضها الدناء في المرحلة الأولى من تدريباتهم ينظر إليهم ويس بنظرة صارمة ستدخلون المرحلة الثانية من التدريب عليكم الآن فتح إمكانيات كي الحكام التي بداخلكم إنها خطوة مهمة نصل للمرحلة الثالثة من تدريباتكم يندهش التنائي ماذا؟ كي الحكام؟ ثم يتمنى لهم ويس حظا موفقا الآن التنائي سيمر بما مر به في جيد توقوك سابقا في بدايات السوبر للوصول للسوبر سين الحكام ينقل ويس الاثنين لكوكب جديد ثم يبدأ في الشرح أرحب بكم في كوكب ليستيا إليكم عينة صغيرة من كي الحكام تعليماتي الوحيدة هي استوعبوها يضحك الاثنين ساخرين من ما قاله ويس يطلق ويس باتجاههم الكي لا أنا جاد استوعبا كتلتين الكي وستندهي المرحلة من التدريب نرى بعدها الطاقة تأتي بطيئة باتجاه التنائي ينقض إليها غوتين وترانكت وبعد أن تدخل أجسامهم بتانية يعلقون إنها عادية بعدها بتانية أخرى تنقلب الأمور رأسا على عقب ألم شديد يضاهي الموت والإحتضار يصرخ كل من غوتين وترانكس ويسعلان دما وأجسامهم تقاتل من أجل النجاة أوه أوه كان علي إعلامكم لم ينجو أي فان من مثل كتلتين كهاتين منذ ملايين السنين سوى شخصين واحدين وهما والديكما إنها لم وجزة أنكما لم تفقد الوعي حتى الآن يقول ويس وهو يضحك بوجه شيطاني يصرخ غوتين من الألم ما هذا الشيء؟ ماذا علينا أن نفعل؟ سأصير أقوى من أبيه يقول ترانكس وهو على حافة فقدان الوعي مرة أخرى يصرخ التنائي بيأس محاولين البقاء على قيد الحياة ومن وجهة نظريه أن ويس بالغ في المرحلة الثانية بوضع الاثنين تحت المجهر بهذه الطريقة جوكو وفيجيتا متعودون على الألم والمعارك من سنين بينما ترانكس وغوتين لم يخوضوا معركة حقيقية خارج إطار الانجماج خاصتهم ومن الطبيعي أن يفشلوا في رأيه وبالفعل هذا ما حصل حيث ينهاران للأرض يتساءل ويس في خاطري هل أخطأت في تقديرهم؟ هاتين كانت أضعف عيناتكي الحكامين يسأل غوتين بعدها المرشد ويس عندما قلت استوعباها ألكنت تقصد أن نحتفظ بهذا الشيء بداخلنا؟ نعم بالطبط جيبوا ويس ونرى بعدها غوتين يرفع قبضته وكأنه توصل لحل ما أو توصل أن طريقتهم في التعامل مع الكي كانت خاطئة بينما صديقه مازال يفكر في التفوق على والدي وبالحاجة عن فيجيتا فلنذهب للكون السادس ونأخذ نظرة عن كيف تجري الأمور هناك الأمير كان في خضم تدريب تأمل لسقل الكي خاصته أكثر بينما كالي وبرولي يتدربون من أجل السيطرة على قواهم كاليفلا وكابا في وسط قتال كل شيء يجري كما خططت له المجموعة للوصول لأقصى إمكانياته فجأة يشعر فيجيتا بقدوم الملك من مسافة بعيدة يطلب من المجموعة أن تستمر في تدريباتها بينما يذهب هو شخصيا للقاء الملك يطير بسرعة ويصل في تدريباته يقف فيجيتا أمام الملك مباشرة أرى أنك تأتي هنا بين الفينة والأخرى لطرس سيجين تدربون لابد أن خطوتك التالية هي أن تشاركهم يقول فيجيتا وهو يضحك بخوت أنت وأصدقائك ستغادرون الكوكب بحلول الفجر اتعجب فيجيتا ويسأله ما إن كان يمزه ثم يجيبه الملك بلهجة أكثر حدة من قبل لقد حدرتك ثم يأمر الحراس بالوقوف في وجه فيجيتا وكما كان متوقعا فيجيتا بحركة واحدة يرسلهم بعيدا ويحاول التكلم مع الملك لكن الملك يقاطعه ويلكمه بلكمة هائلة هل أنت من سيدرب شعبي ليحموا أنفسهم؟ يا لك من متير للشفقة أنت وهؤلاء الخوان من شعبي يقول الملك وهو ساخط ثم يكمل الملك صدال في الهجوم على فيجيتا بينما يلاحظ برولي تأخر فيجيتا والكي خاصته من بعيد مستغربا ما هو فعي الملك قطته أرسل فيجيتا طائرا نحو جبل قريب إذن هذا هو الوجه الحقيقي للملك المسالم يقول فيجيتا بينما في خاطره لم يتوقع أن يكون الملك بهذه القوة يجاهز التنائي لإطلاق طلاقاتك ثم نرى انتجارا هائلا يظهر في السماء لحماية المجموعة يصنع كابا حاجزا ويطلب من الجميع الدخول إليه نرى الملك وفيجيتا يقفان ومما يبدو أنهم تضرروا من الانفجار الأخير نظرا لملابسهم الممزقة يبادر فيجيتا هذه المرة بالهجوم ركلة سريعة لوجه الملك لكن الملك يتمكن من إمساكه لماذا لم تشارك في بطولة القوة؟ كان عليك حماية شعبك يقول فيجيتا ثم يباغته بركلة خاطفة مباشرة لأسفل الدقن ضربة فيجيتا لم تؤثر في الملك بتاتا مما أدهش الأمير يبدأ التنائي في تبادل الضربات بدون رحمة يحاول فيجيتا قراءة تحركات الملك والذي بادر بضربة بيده اليمنى بينما كان يجهز طلقة كي بيده الأخرى فيجيتا يتوقع أن يهاجمه بيده اليسرى ثم يفاجئه الملك بهزي ركبته للأعلى يدافع فيجيتا عن الضربة وهنا يقع في فخ الملك والذي يلكمه مباشرة للوجه الملك صدالة لديه خبرة كبيرة بقدر فيجيتا تماما يغضب فيجيتا بعد أن تمت السخرية منه ويركل الملك مباشرة لبطني هذه الركلة جعلت الملك يسعى لداما يتمالك الملك نفسه ويمسك بفيجيتا ثم يرسله للأرض لم يسبق أن أهانني صيج من قبل ستغادر هذا الكوكب بالقوة ثم يطير نازلا باتجاه فيجيتا ينهض الأمير من الحطام يا رجل القتال يصبح شيقا ثم تقوم أنت بكبح قدراتك وإفساده ثم يطير في اتجاه الملك ينطحوا الأثنين بعد قمال بعد ويجدون شرارة كبيرة إطرى الاستضام ثم يعودون للخلف ومن المؤكد أن الضرار الحاصل للجمجمتين لا يصدق فيجيتا هو الآخر ينهض ويأتي طائرا للملك والذي يتخذ وضعية اتفاق يبدأ في المسالك نحو فيجيتا يغلق فيجيتا عينيه ولا أسطح صراحة ما أرى تتوهج أعين فيجيتا ويتحول للغريزة الفائق واو يبدو أن هذا هو التكنيك الذي تدرب عليه فيجيتا كل هذه الأشهر بينما كان يخوض تدريبات التأمل يراوغ كل طلقات الكي بسهولة تامة بعدها مباشرة يتحول للسوبر ساين ويهاجم الملك بعد رؤيته للتحول فيجيتا يفقد الملك السيطرة على غضبه ومشاعره وكأنه سيفقد صوابه وعقله كل هذا بسبب رؤية التحول هنا يتوقف فيجيتا ويعود لهيئته الطبيعية ما يقول أعتقد أنه قد حان الوقت للتفسير هذا لماذا تبغض هذه الهيئة كثيرا؟ رغم أنها فقط تضاعف قدرة استيعاب الكي لا ينطق الملك بكلمة بينما نراه يغطي وجهه في الأرض تحت المعركة كان كل الصيج يشاهدون القتال من بعيد غير مصدقين لما تراه أعينه هل فيجيتا هزم الملك؟ ما الذي يحدث؟ هل هذا يعني أنه ملك الجديد؟ كانت هذه الهامسات التي يامس بها كل الجنود قبل أن تقاطعهم الأضميرال فيه يعود كل شخص تدريبه حالا يفتح الملك أخيرا قلبه ويبدأ في الحديث عن ما جرى في تلك الليلة السوداء هذه الهيئة الشيطانية ذات الشعر الذهبي سيطرت على جسدي يوم مات الملك على يد غيريكين بسبب هذا التحول مات مئات الأبرياء بينما كان من المفترض أن يموت أعدائي فقط النساء الأطفال وحتى إخوتي في الحرب هذا التوهج الذي نتج عن تحولي جعل من نيران كراهيتي تهيج بطريقة لا متناهية صورة ذلك الطفل الذي كان يحمل جثة أخته بين النيران ما زال تطاردني لا أرى في هذه الهيئة من شعبي إلا الشر هيئة لا تتشكل سوى بمشاعر الكراهية يستحيل أن تكون نافئة سينتهي بك الأمر بأخذ جميع لحافة الجنود يجيب في جيتا بغضب كابا قد أتقن هذه الهيئة بدافع أن يحميك كيف يكون شيطاني وهو يرغب بحمايتك يجيب الملك لا يمكن للمرء أن يقف بحقيقة فرج من شعبه لسبب كهذا لا يوجد أخطر من رجل يقوده التعطش مع من تعتقد أنك تتعامل ما يجعلنا ما نحن عليه لا يمكن أن يتأثر بهيئة أو تحول بسيط نحن قوم أفعال ويجب أن يفخر عرقنا بهذا السوبر سين مجرد سلاح كأي سلاح آخر السر هو في استخدامه بحكمة يجيب في جيتا وربما يكون هذا الرد من أفضل حواراته بالمانغا ينظر إليه الملك ويقول إذن ما ذلك العبء الذي أستشعره في عينيك وروحي أنت محق لقد ارتكبت مجازر في شعوب كثيرة من أجل المتع يجيب في جيتا ثم يصرخ الملك في وجهه أليس هذا ما أخبرتك به للأسف هذه الهيئة جعلتك مجنونا هنا يغضب في جيتا تبا السوبر سين في ذلك الوقت لم يكن سوى أسطورة شككت بوجودها يتفاجأ الملك من كلامه مدركا أنه كان طاغية قبل إدراك التحول حتى ينظر إليه في جيتا بجيقة لقد تخطيت كل هذا وحان الوقت لتتخلص أنت كذلك من عبك التقيل ينظر الملك للأرض مدركا أن في جيتا على حق الضابط كابا اعتاد أن يخبرني عنك وأنك رجل يحب شعبه إذن ما السبب في تغيرك وجعلك واعيا بأفعالك يضحك في جيتا أودت أن أخبرك أن السبب كان فقط زوجتي وأطفالي ولكن الحقيقة هي أنني أجين بذلك لمواجهتي مع محارب أعظم مني فقط قبل عدة سنوات أدركت أين تقبع السعادة الحقيقية وفيما تتمثل العدالة كان الأرض وقتها كوكب المحارب الذي واجهته ثم أصبح وطني بعد ذلك كونت عائلة هناك وبدونه لما أصبحت ما أنا عليه اليوم وتحديدا مع كل التحول كان دائما يتفوق على نفسي ولهذا أراه أعظم مني حقا السوبرسين قد أضاء عيني على ذلك الصديق يتأثر الملك بقصة في جيتا وينزل رأسه ثم يكمل الأمير الحوار أنت نزلت على ركبتيك ولكنك لم تستطع النهوض مجددا أفهمك أنا غالبا كنت سأتصرف بشكل أقل حكمة إن كنت مكانك يمد في جيتا يده للتصالح مع الملك ونرى ظل قوكو خلفه كعلامة على الخير يتصالح الملك معاداته ويوجه إخوته الذين ماتوا في الحرب والذين أتقلوا كاهله لسنوات يتصافح الاثنين أخيرا ونرى جميع الصياج يبتسمون ويضحكون بعد رؤيته لشعبه أدرك الملك قيمة الأشياء وخطابه في جيتا نعود للأرض كانت فيدل تدرب والدها فكل شخص كان يتجهز للحرب على طريقته فحتى الضعافاء منهم مثل سطن قد يقدمون مساهماته نرى أن سطن قد تمكن من الطيران ولو قليلا بينما يحجق للأرض آمن في إنقاذ بو مستقبلا بين الأكوان وبالتحديد في الكون 14 مقنع غامض من المرجح أنه يميل لكفة الأشرار في الحرب القادمة بينما الكون 0 يتحرر يوما بعد يوم من دعويدة التجمج التي وضعها الكاهن الأكبر إذن كانت هذه أحداث الجزء الثالث شكرا لكم على المتابعة شباب وبإذن الله سنلتقي في الجزء القادم ودعا موسيقى ترجمة نانسي قنقر